حلو الله بالشباب حياكم الله فيديو جديد لابت مودرين وارشب رح نتكلم ماذا الفيديو عن كم سفينة صاد عليها تعديلات بالتحديث الجديد اللي رح ينزل لكم إن شاء الله لأيام الجاية يا أصدقائي طبعا عدد كبير من السفن صارين تعديلات لكن رح نحشي على السفن اللي صارين تعديلات بشكل بسيط والباقيات رح نحشي عنهم بفيديوهات مفصلة كل سفينة لأحدا ليش لأن صارين تعديلات مهمة ونختبر أن نحتاج بالأولاين فاللي ما نحتاج نكتبرهم بالأولاين رح نحشيين بهذا الفيديو حتى تفهمون الفكرة مالتعديلات واللي نحتاج نكتبرهم بالأولاين انتظر التحديث العالمي حتى نكتبرهم يا أصدقائي فاللايك المشاركة جدا مهمة أول شيء وقبل كل شيء يا أخوان الطائرات أيضا صارين تعديل الطائرات الحربية بعضهم صارين تعديل نعرف الشرك قوي الدفاع الجوة فحاولت توازن وقاوية بعض الطائرات الحربية بالنسبة للطائرات الحربية حنسو عنهم فيديوهات قصيرة اللي موجودة بخانة الشورت بالقناة يا شباب بالأيام الجاي أيضا رح نسو فيديوهات قصيرة عليها حتى تشوفون الدمج بالهجوم الأول للطائرات شلون صار اللي اتعدلا بالتحديد يا أصدقائي على مهم الآن ننتقل للسفن يا أصدقائي نبدأ مع تشيس الكتل اللي دامنا نقول عليها الناخي موف عذران العشاق السفينة هاي طراد الناخي موف يا شباب أخذ له بف ونيرف يعني أخذ له تعديل ونفس الوقت أخذ له ضربه وكفخه على خشمه الطراد نقص شوية من البدن ماتة مهواية زادا ضعفه السرعة وضعفه المناورة وزوده والسونار قلوا بالقدرة على المناورة وبالسرعة وكذلك بالبدن بس زوده والسونار يعني هم ديكا حلوها نعموها ونفس الوقت زوده وراجموه دا صاد بها أربع راجمات فصاد للصواريخ مدفع أربع راجمات ست دفاعات جوية أوكي أهنان أنت ملاحظة بس بسيطة لو بالشركة يعني إذا يستابعنا ويشوف الفيديو أو المطورين أو المشرفين أنت سفينة بكل أحوالي بالشدات وطرات ثقيل أنت عدلتها قبل قلنا حلو زودت السرعة زودت المناورة بقيها على وضعها اللي كان بالتعديل وزودنا راجم حتى نقول لك على شتيدك يعني قل لها سوت النشي أنت قللت لي المناورة وقللت لي السرعة حلو بس زودت لي السونار وطيتنا راجم واحدة يلا الفيالك يا شباب أيضا إجاهة بف وتعديل لكن مو بالأسلحة البف والتعديل صارت سرعتها 21 ومنورتها 8.1 فإذن زادت سرعة الفيالكي مع زيادة المناورة وهذا شيء مهم جدا ونحتاج لهذه السفينة كتسليحية ما شاء الله يعني عليها رهيبة نأتي إلى أيضا السفينة من السفن اللي صار عليها تعديل خلنا نقول نوعا ما جيد وبس نحتاج لنا أكثر من هذا الشيء لأمانها الليدر الليدر جاها بف على البدن كنت أتمنى هذه السفينة بالتحديد أنه يجيها بف على الدفاعات الجوية كنت أتمنى هذا الشيء أو على الأقل على الأقل نحط لها دفاعين أوتو حتى نقدر يعني نقول أكو فد دفاعات جوية رشاشة مثل رويت فاير فالليدر أخذت لها بف فقط على شنو على الدفاع عفوا على البدن فصار البدن ماتها أكثر يا شباب نجح على سفينة دي دي جي اكس يا أصدقائي دي دي جي اكس يا حباي بقلبة أخذت لها بف بالسرعة والمناورة هنا حلو السفينة هي ممتاز جدا ونعتبر هي الأفضل بليفل 25 وأجدت جعليها بف بالسرعة والمناورة فإذن الآن السرعة والمناورة صارت أعلى بهذه السفينة عن السابق طبعا هذا سيجيكم التحديث الجديد كله للأيام القادمة إن شاء الله رح يكون يا أصدقائي دي دي جي اكس هل للآن الأفضل هل للآن الأحسن برأيي خلأ أكمل وشوف بعض تجارب أخرى سفن وننطي رأينا الأخير إن شاء الله نأتي على فرقاتها مهمة يا شباب إجاه التعديل هي الـ F126 الـ F126 صار عليها طبعاها مجلب الأرت كوين بف بالبدن زيادة بالبدن ونفس الوقت إجاهها بف بالدفاع الجوي كانت دفاعين جوي الآن صارت الدفاعات جوية مع مدفاعين أوتو فصارت الدفاعات جوية مدفاعين أوتو هذه السفينة وأدنا يا شباب أيضا الـ Varage الـ Varage يا شباب لو نجع عليها ونشوف هذا الطراد الروسي الدفاعي المرعب للأمانة جاء أيضا التعديل والتعديل أشوفه حلو وين الـ Varage وراحة الـ Varage 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 لحظة Varage تهيهت الـ Varage شكل الـ Varage ما مشتره هذا حساب الإعلان مو ممكن ممكن المهم الـ Varage يا شباب اجعلها بف بالسرعة والمناورة صارت أسرع وصارت مناورتها أفضل طبعا السرعة الماكس اللي يصير بالسرعة يصير أسرع بالنسبة لسفينة الـ Varage نأتي أيضا يا حبايب قلبي إلى الـ CGX ويتعتبر السفينة الأخيرة بهذا المقطع اللي نتكلم عليها الـ CGX يا شباب أخذت لها بف بالسرعة بف بالسرعة صارت الآن 25.3 عقدة واخذت لها بف بالمناورة حلو سرعة ومناورة هذا جميل جدا إذن هنا أنا عندنا الـ CGX أخذت لها سرعة ومناورة رائعة تعتبر طراد أيضا ثقيل وأيضا نضافه لطوربيد إذن CGX صارت حلوة حلوة أربع صواريخ مدفعين طوربيديين وأربع دفاعات جوية ومدفعين أوتو إذن CGX ممكن يرجع الآن الناس ترجع الآن الناس تلعب بالـ CGX وتستخدمها بعد التحديث الجديد باعتبار مدفعين وأربع صواريخ وطوربيديين حلوين إذن هذه السفينة يا شباب أخذت لها أيضا نصيب من التعديل والبف يا أصدقائي السفن اللي حكينا عنه هنا السفن بين تعديلات بسيطة أو متوسطة متعديلات ضخمة أو تغيير بالتوازن يصير عليها ممكن أيضا يا شباب نحكي على The Great The Great حتى تكون نختم بها The Great The Great يا شباب The Great أخذت لها بف وإجاهة دفاعين جوية زيادة إذن صار The Great مدمرة مدمرة أربع صواريخ مع مدفع مع راجمتين مع طوربيديين التكامل رهيب بها بأربع صواريخ بمدفع براجمتين مع طوربيديين مع أربع دفاعات جوة ومدفعين أوتو يا سلام هاي السعر رح يسير هواي بالأرتكوين The Great رح تكون رائعة جدا والله يشتر من السعر هشان رح يصعد The Great إجاهة بف بدفاعين جوية يا أصدقائي هي سفينة مميزة صارت جدا 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 الشي داما نعيب على دفاعات جوة قليل إذن أنا هشكرو كون عندك عفوا ثلاث دفاعات متغيرة مع دفاع أيضا متغير ثلاث مدمجات مع بعض وواحد منفصل فممكن تحط لك ست دفاعات مع مدفع على الربط فاير أو السيجما الآن أنتم يا أصدقائي وحبايب قلبي يا سفينة من أدها اللي حتشينوا عليهم تعديلات تفضلوها بعد البف ويا سفينة ما تفضلوها فقلوا بالتعليقات يا أصدقائي واش تختاروا الأفضل واحدة من السفن اللي صار لها تعديل وفي أمان الله اللي حتشيني